اللي هو التعلق الاكتنابي يعني ايه يعني هو ما بيبنيش علاقات قوي هو راجل اندبندنت كده مستقل بذاته مقبر دماغه يقولك انا مش محتاجة لا احسن كلمة توصفه اندبندنت يعني مستقل اوكي ما بيحبش الانتمسي والحميمية دي والحب ده والكده طب افرد لو عنده احتياجات رومانسية او جنسية او كده يحاول يدور على حد واحده ولا هي الدورة راح دي تنام معايا وتمارس الجنس او يشوف برنوجرافي او يدمن يقولك بص انا مش خش في علاقات والعلاقات يبقى فيها كلام بقى ومشاعر وافكار وتبادل افكار وبتاع وكده يا عم انا اروح اتفرج على شوية مواقع اباحية وخلاص وخلاص انا نقصين واش اه العلاقات دي كلها واش شايف انت الاتيتيود ده هو ده اللي ايه افويدنت اتاتشمنت اه ستايل خلاص حتى لو حد قرب منه حاول يقرب منه هو اصلا بيبعده طب تقول لي دول بقى ما بيرتبطوش ما بيتجوزوش في العالم العربي لا بيتجوزوا بس برضو بيبقى اخد قطو واخد يعني يتلكد كده على اخناقة ويقولها بصين انت نعم في القوضة دي وانا هنعم في القوضة دي طعم اندماري انا مش عاوز ارغي كتير اوكي هندم اشو يعني اللي هي حتى لو ابتدى علاقها مش عاوز يكمل اه ويخاف يكمل اصلا اوكي طبعا هناخد كمان شوية ان الام ساعت بيبقى ليها دور اللي هي الام اللي ربت الودة اللي هو طلعي لي كده اللي هي دور اه كانت ام بعيدة دستاند اه اه بس دايما قلت برضو مش هتهم الام دايما لما تشوف الصفات دي في حد مش دايما نتهم الام والاب اللي الموضوع ساعت بيبقى فيه جينات برضو واستعداد اللي بنسميه بريديس بوزيشن اه مش ديترميني يعني مش حتمية يعني بس استعداد اه فيه فرق ما بين انفلونس ودترمينيشن اه ديترمنت اه 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 الناس دي في بعض منهم اه بيبقى الشخصان الرغي سهية وبعض منهم بيبقى باسف اكريسف اللي هو العدواني الشخص العدواني او بنسميه ايه عدوان سلبي في عدم ثقة في الآخر بيبقى موجود بردو ما بيهم مش رأي الناس يعني والله الناس هتمدحوا عادي الناس هتكرهوا عادي بردو زي ما قلتلكم ممكن بفيه والعلاقات اللي هي السريعة التخطيف كده في العلاقات ومتأثرش يعني العلاقة الضازت ولا كملت مش فارق معين في بقى آخر نوع احنا قلنا كده في العلاقات الغير أمينة دي ثلاث أنواع فيه عندنا النوع القلق تعلق قلق اللي هو بيلزق قوي ويخنق له قدامه وفيه تعلق بعيد اجتنابي هو بعيد أصلا حتى يبدأ العلاقة هو بعيد ويتستمر بعيد ومش فارق معي وفيه بقى واحد